تسعة أشياء ستراها لأول مرة في حياتك مرحبا بكم جميعا من المؤكد أننا جميعا نرغب في السفر لكل أنحاء العالم لرؤية الأشياء المدهشة في كل بلدة ولكننا لا نقدر على فعل ذلك لعدم توفر القدرة المالية التي تغطي تكاليف السفر المستمر وبدلا من ذلك نحاول إشغال أنفسنا في العمل والواجبات الحياتية بكل عام ولكن بما أننا الآن أصبحنا في عصر العولمة والتكنولوجيا الحديثة فأصبحنا قادرين على أن نعرف ونرى كل ما نريد ونحن في منازلنا من خلال الضغط على الإنترنت ورؤية ما نريد لذا سنشاهد اليوم معا تسعة أشياء ستندهش منها لأنك ستراها لأول مرة في حياتك ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تضغطوا إعجاب على الفيديو وأن تتابعوا قناتنا وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد خط أنابيب التفجيرات ربما تظنوا أن هذه اللقطة مأخوذة من فيلم إثارة خيالي أو ربما تعتقدوا أنه كائن فضائي عملاق مدفون في رمال الصحاري وقرار الخروج ليهجم الأرض ومن عليها ولكن في الحقيقة هذا المنظر لا ينتمي لمثل تلك الأشياء على الإطلاق فما تراه لأنه يعد تفجيرات داخل خط أنابيب مطول وهو عمل طبيعي يجب أن ينفذ قبل البدء في بناء أي مبنى كبير وإذا سألت نفسك ما المغزى من هذه الانفجارات طالما أن الرمال ومحتويات الأرض ستبقى كما هي فدعني أخبرك أن سمك الأرض غير متماثلا في كل الأماكن ففي الوقت الذي تجد فيه أماكن يمكن حفرها باستخدام الآلات اليدوية هناك أراض أخرى ذو سمك غليظ لا يتم خرقه باستخدام الآلات العادية وفي هذه الحالة تلجأ شركات البناء إلى التفجيرات التي تتم في خط أنابيب لتضعف سمك الأرض وتنهيه تماما ومن بعدها يأتي عمل الجرارات وآلات الحفر فرقة الخضروات الموسيقية منذ صغرنا ونحن نصنع في عقولنا معتقد يجعلنا نقدس الطعام ونضع له قدرا من الاحترام لأنه نعمة من الله لذا دائما والدان يقولان لنا لا تلعبوا بطعامكم ولكن على الأغلب لم يقول آباء أعضاء هذه الفرقة تلك الجملة لأولادهم لأنهم لم يقوموا باللعب بطعامهم فقط وإنما قاموا باللعب عليه فما تراه الآن ربما يعد فرقة الخضروات الموسيقية الوحيدة بالعالم مثل ما ترى أمامك يستخدم أعضاء هذه الفرقة الخضروات بدلا من الآلات الموسيقية للعزف عليها تم تأسيس هذه الفرقة في النمسا عام 1998 وقد كانت فكرة جنونية بالفعل لأنه لا يمكن لأي أحد في العالم أن يصدق قدرتهم على تحويل الخضروات إلى آلات موسيقية والعزف عليها ومع مرور السنين اشتهرت هذه الفرقة وأصبحت تؤدي عروضا في كل أنحاء العالم الشيء المدهش في هذه الفرقة أنها تصنع آلات جديدة في كل حفلة تؤديها وبعد انتهاء الحفلة يقومون بطهي هذه الخضروات وتناولها احتفالا بنجاح حفلتهم الشاحنات الكهربائية من المعروف أن معظم شركات ومصانع السيارات تحاول قدرا مستطاع أن تفعل ما بوسعها من أجل أن تجعل السيارة صديقة للبيئة ولكن هل تعلم أن الشاحنات الضخمة التي نراها أثناء السفر يمكن أن تسير بالكهرباء أيضا؟ انظر للشاشة الآن بدقة وانتباه ستجد أسلاكا متواجدة على طول الطريق وهي التي يتم الاتصال بينها وبين الشبكة الكهربائية الخارجة من أعلى الشاحنة يطلق على هذا المشروع اسم شاحنات الطريق السريع الجدير بالذكر أن هذا النظام لم يتم تطبيقه سوى في دولتين أوروبيتين فقط وهما ألمانيا والسويد بالإضافة إلى أن الشاحنة الكهربائية صديقة للبيئة وتوفر لنا الوقود الحفري فإنها أيضا تقلل عدد الحوادث التي تحدث في الطرق السريعة الإعصار غير الطبيعي ربما تكون قد رأيت على الإنترنت بعض مقاطع الفيديو التي تشتمل على الظواهر طبيعية مدمرة مثل الإعصار والبراكين تعد العصير من الظواهر الطبيعية النادر تصويرها لأن من يصويرها يجد صعوبة كبيرة جدا في البقاء على قيد الحياة وإذا خرج من الإعصار سالما يعد شخصا محظوظا جدا إذا كنت مهتما بهذه الظاهرة قليلا ستكون على علم بأن 99% من الأعصير التي يتم التقاطها بالكاميرا أو رؤيتها بشكل عام تكون رأسية إذا أنها تتصل بين السماء والأرض لذا لا أظن أنك قد رأيت هذا النوع من الأعصير من قبل ألا وهي الأعصير الأفقية تم التقاط هذه الظاهرة في المكسيك منذ عدة سنوات من قبل سكان أحد الأحياء الذين تفاجأوا بحدوث هذا الإعصار في السماء لدرجة أن البعض منهم ظن أنها نهاية الكون الطالب الأكبر عمرا من المؤكد أن بعض من مشاهدين الآن ما زالوا طلابا في مدرسة أو جامعة أو أي أكاديمية تعليمية والبعض الآخر قد أنهى دراسته منذ زمن فبأي حال من الأحوال أظن أن فترة الدراسة كانت لها أثرا كبيرا جدا في حياتنا وسيستمر أثرها حتى مماتنا لكن هذا رجل الكائن في نيبال والذي يدعى جورج كاماي مختلف قليلا عننا جميعا إذنه قرر الذهاب إلى المدرسة ليتلقى التعليم لأول مرة عندما كان عمره تسعة وخمسين عاما بذلك فقد أصبح رسميا أكبر طالبا في العالم تم تسجيل هذا الفيديو معه في عام 2016 عندما كان عمره تسعة وستين عاما وحينها كان جورج في المرحلة العاشرة من دراسته الجدير بالذكر أنه يسير على قدميه كل يوم مسافة ساعة ونصف من أجل الوصول إلى المدرسة وعلى الرغم من الانتقادات التي قابلها لم يغير أي شيء قرر هذا الرجل العظيم الذي أصر على التعلم حتى مماته تجتمل قائمتنا اليوم على أشياء مدهشة حقا وإذا كنت من القلائل الذين رأوا شيئا مما ذكرناه بالأعلى من قبل فأنا متأكد بنسبة مئة بالمئة أنك لم ترى هذا الشيء من قبل ذلك ببساطة لأن أول رحلة جوية لهذه الطائرة ثنائية الهيكل تمت في شهر أبريل من هذا العام تعد هذه الطائرة دليلا على التطور العلمي والتكنولوجي الذي نعيشه في هذه الأيام من المقدر أن تكون هذه الطائرة حاملة للأقمار الصناعية والصواريخ في المستقبل يبلغ اتساع هذه الطائرة حوالي مئة وسبعة عشر مترا وذلك يعادل تقريبا طول أطول رابع تمثال على مستوى العالم الجدير بالذكر أن سرعة هذه الطائرة تصل إلى ثلاثمائة وخمسة كيلو مترات في الساعة ومن المتوقع أن تزيد هذه السرعة في العام المقبل شلالات ناطحة السحاب في كل عام يسافر ألاف الأشخاص لمسافة بعيدة ليروا أروع وأكبر الشلالات الطبيعية التي تزين كوكبنا لكن سكان مدينة جوي يونغ في الصين أصبحوا لا يحتاجون الذهاب إلى أي مكان لأن الشلالات قد أتت إليهم أو إذا أصح القول تم تأسيسها هناك تم تأسيس هذا الشلال الصناعي المدهش في أعلى ناطحة السحاب الذي يصل طولها إلى 121 مترا تم تسجيل هذا الشلال في موسوعة جينيس لأنه يعد أطول شلال صناعي تم تأسيسه حتى الآن لكن من المستحيل أن يصبح أحد تحته لأنه أولا سيكون مؤلم جدا وثانيا سيكون مكلفا أيضا حيث يصل ثمن الكهرباء المستغلة لتشغيل هذا الشلال للدقيقة الواحدة 120 دولار منذ وقت طويل عندما كانت المملكة الإيطالية ما زالت موجودة كان أفراد العائلة الملكية يستقبلون بترحاب واحتفالات ضخمة وقد كان هذا من أعظم عادات إيطاليا قد كانت العائلة على وشك زيارة قرية معينة كان معظم أهلها فلاحين فقراء لا يمتلكون المال لتأسيس احتفال ضخم بعد تفكير عميق توصل الفلاحون إلى قرار الترحيب بالعائلة الملكية بالشيء الذي يمتلكونه في منازلهم ألا وهو الخبز بالفعل صنعوا لوحات وزخارف مصنوعة بالكامل من الخبز وعندما أتت العائلة الملكية أعجبت بهذه الفكرة كثيرا وأصبحت هذه عادة عند الإيطاليين تم إنشاء كتدرائية من الخبز يذهب إليها السياح من كل أنحاء العالم تقديرا لهذه العادة وهذا الحدث النبيل تعتبر هذه التماثيل الورقية فكرة إبداعية للفنان فيليكس سيمبر وهي في الحقيقة تماثيل مكونة ومصنوعة من الكتب الورقية المكثفة مثلما يظهر أمامكم على الشاشة قد أعجب العالم بأكمله بهذه التماثيل لأنه عند رؤيتها ولمسها لا تشك على الإطلاق أنها ليست تمثلاً عادياً مصنوعاً من الفخارية والأحجار تأثر فيليكس بعمله طوال حياته ليخرج بهذه الفكرة المبدعة إذا أنه كان يعمل في مجال الطباعة لسنوات طويلة لدرجة أنه كان يغرق في الورق معظم أوقات حياته هذا ما جعله يحاول الدمج بين عمله وبين موهبته التي أراد أن يمارسها بشكل مختلف أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم أراكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة